على شاطئ دجلة في مدينة الكوت مركز محافرة واسط تحاول السلطات الحكومية طرد المزارعين من أراضي يزرعونها منذ عشرات السنين بهدف استثمارها كمتنزهات سياحية المزارعون رفضوا نزع الأرض منهم مؤكدين أنها تمثل مصدرا شبه وحيد لأرزاقهم كما أنها تعد مصدرا مهما لإنتاج الخضروات في محافظة واسط ناس عايشة بيها بالنسبة للبقال والفلاح والمكينة والبذور والقاس والمواد الاحتياطية والماطورات والماطورات فكلها مستفادة من عدها وأثنين نحن هم مستفادين من عدها يعني عيشتنا على الله عليها ما عدنا غيرها مصدر عيشة وكل أرض جراعية يعني عايشين تقريبا عليها بالعشرين والله من أقول لك أكثر من عشرين نفر يجيون الصبح كل واحد يأخذها بيتين باقة ويروح على باب الله يبسط به وغير إحنا وحالتنا يعني يرتأجها كل إحنا تعبانين وكل إحنا حالنا حالة ضير وبالطبع تحاول السلطات في المحافظة رسم صورة مغايرة عن المشكلة فيقول مدير بلدية الكوت إن السلطات ستوفر للمزارعين فرص عمل ومواقع بديلة لتعويضهم عن تلك الأرض أما بخصوص المزارعين الذين متواجدين إن شاء الله سوف يتم توفير فرص عمل أخرى لهم ومواقع بديلة وتم تعديد مواقع لهم بالجهة المقابلة لغرض كمال إجراءاتهم والسير باستمرار هذا العمل لغرض ظهور المدينة بشكل أجمل غير أن كثيرا من المزارعين يشككون في جدية الحكومة في تنفيذ وعودها إذ أن تظاهرات العاطلين المطالبين بفرص عمل لا تتوقف في واسط وغيرها من المحافظات في العراق ما يعني أنهم بدورهم لا يجدوا فرصة عمل مناسبة ترجمة نانسي قنقر